تب كلميني عالتعامل انت يعني جوه البيت فيه اجيال قريبة من سنك وفيه طبعا فنانة ديني الشربيني والفنان طبعا شريف سلامة اللي هم بابا وماما الاجواء كانت عاملة ازاي بقى جوه البيت اللي كله هيسة ولطافة ده الاجواء كانت بالزبط زي ما انتم بتتفرجوا يعني بتتفرجوا يعني الاجواء كانت حلوة جدا كنا فعلا عائلة واستاذة ديني الشربيني واستاذ شريف سلامة من احسن واكتر الموثلين اللي انا تعلمت منهم وحبتهم في حياتي انا اصلا بحبهم من زمان وديني مثلت معاها في هبتا من تمان سنين مثلا فانا يعني تعلمت منهم كتير يعني ازاي كانت تعاملهم في اللوكيشن ازاي هما بيهزروا وبيخلوا كل الناس تحبهم الاجواء حقيقة حلوة جدا على الشاشة اه بالزبط ومتودعين جدا جدا فانا يعني اتمنى ان اكون زيهم لما كبر يعني طب كان معاكي امينة بقى اللي معاكي في القوضة اه وخصة امينة يعني ودي فكرة انه انتو اللي اتنين يعني انتو مش اخوات اصلا بس الحياة جمعاتكم يعني هنا انت بتحس ان ده ممكن يبقى واقع انه ممكن يعني ابو ام يجوزوا ده عنده ولد وده عنده او ده عنده بنت وده عنده بنت ويبقوا فعلا في البيت زي الاخوات اه طبعا مية في المية يعني هو حسن كامل عادت كان واقعي جدا يعني في البداية ما كنوش بحبوا بعض ما كنوش فهمين اللي جابنا مع بعض واحنا ما نعرفكوش واحنا زي عايشين معاكو بس في الاخر بقوا بيحبوا بعض عشان هما العائلتين عائلت كويسة ويعني كويسين عموما يعني فهم حبوا بعض اكيد وبقوا زي الاخوات يعني مين اكتر واحد كان شاقي في لوكيش؟ وللنا بقى شوية شوية توليس اكيد التاو ام يونس ويوسف العاملين دور حسن وقسين عشقية جدا بس هما برضو بروفشنل يعني لما نتلو منهم ان هما يكونوا مركزين بيركزوا واداقهم يعني وكاية جدا وحلو قوي يعني اخوكي بقى اللي هو فريد يعني كنا محس انتو اخوات بجد يعني وتبتعدوا بقى تذكروا مع بعض تعملوا مشاهد مع بعض اه طبعا يعني انا ومالك يعني هو اول حد انا يعني بقيت صحبته يعني وهو يعني انا بحبه جدا واحنا يعني شبه بعض قوي في يعني في تعاملنا معموما يعني المخرج بقى كان بيقولكوا ايه يعني انتم بالذات مجموعة الشباب والاطفال كان ايه دايما يعني ايه النصيحة اللي كان بيقولها لكوا النصيحة.. مش حاسن هي كتنصيحة أنه من ضمن أسباب النجاح المسلسل أنه كان يأخذ رأي كل الناس مش بيأخذ رأيه بس أهم ومثل أو كده هو دايما بيأخذ رأيه كل الناس كان دائما بيأخذ رأيه يقول لنا هو ده الشباب بيقولها في سنوكو طب لو لا نغيرها وهو فعلا يعني كان عايز الموضوع يبقى أكثر حاجة وقائي في الدنيا وهو بيأخذ رأينا كلنا فكونا حاسين نحن برضو مشاركين في الموضوع فهذا كان أكثر حاجة موضوع طبيعي